خامساً مقارنة بين الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي رغم أنه قد لا تظهر فواصل بين نوعي الاتصال إذ أنهما يستخدمان معاً لدعم كل منهم الآخر في توصيل القيم والأحاسيس إلا أننا عادة نركز على الاتصال اللفظي وهذا الأمر قد يؤدي إلى عدم فاعلية وكفاءة الاتصال عند حدوث أي نوع من التوافق أو التعارض بين اتصالنا اللفظي وغير اللفظي في الواقع ولتوضيح الفرق بين الاتصال اللفظي وغير اللفظي نقارن بينهم فيما يلي الاتصال اللفظي أولاً يأتي متأخراً في الظهور حيث تنفق سنوات في الدراسة نتعلم فيها القراءة والكلمات حتى نضعها معاً في عبارات طبقاً لقواعد اللغة ثم نحاول أن نصنع من هذه العبارات حديثة يتم تعلمه بصورة مقصودة فنحن نمتلك في داخلنا كمية ضخمة من الكلمات إلا أنها تخرج من أفواهنا بقصد وبصورة موجهة لغرض معين الاتصال غير اللفظي أولاً هو أسبق في الظهور من الاتصال اللفظي والتطور وهو أقرب إلى التصديق كما أنه يتم تعلمه بالتقليد أو بالصدفة فمهارات الاتصال غير اللفظي لا تقال بصورة مباشرة الاتصال اللفظي ثانياً مهاراته مكتسبة وغير متماثلة فهي أكثر تجريداً ودلالة والاتصال اللفظي تأثيره أقل من الاتصال غير اللفظي الاتصال غير اللفظي ثانياً مهاراته فطرية ومتماثلة وهي تخضع لمتغيرات كثيرة عند المستقبل والمرسل الاتصال اللفظي ثالثاً تتحكم القواعد اللغوية فيه الاتصال غير اللفظي ثالثاً نتعلمها بالتقليد أو بالصدفة الاتصال اللفظي رابعاً مقصور على ثقافة المجتمع ويحمل معاني محددة للجماعة الداخلية الاتصال غير اللفظي رابعاً لغة عالمية ولكن هناك بعض الرموز يختلف معناها من ثقافة لأخرى الاتصال اللفظي خامساً ينتقل أكثر من 35% من المعاني عن طريق الرسائل اللفظية الاتصال غير اللفظي خامساً ينتقل أكثر من 65% من المعاني عن طريق رسائل غير لفظية اشتركوا في القناة